اشتركوا في القناة خلال فترة الاغلاق بدأت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير طريق 2403 المار امام مبنى مطار البحرين الدولي وتطوير دوار المطار تمهيدا لتحويله الى تقاطع مدار باشارات ضوئية تستدعي هذه الاعمال غلق كله لطريق 2403 من كل الاتجاهين في الجزء المحصور بين دوار المطار ودوار المغادرين وعليه سيتم تحويل الحركة المرورية على شارع المطار للمرور القادم من جهة الغرب والمتجه شرقا الى دوار المطار سيتم تحويل الحركة المرورية الى شارع خليفة الكبير ومن ثم الدوران العكسي عند تقاطع اشارة الصقر ثم الالتفاف يمينا الى الطريق المؤدي الى فندق موفمبك البحرين والمؤدي الى مطار البحرين الدولي كما تستدعي الاعمال ايضا غلق مدخل ومخرج مواقف السيارات الرئيسية الواقعة امام مبنى مطار البحرين الدولي وسيتم توفير مدخل ومخرج بديلين سيتم البدء بهذه التحويلات المرورية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من فبراير 2019 ولمدة سبعة اشهر نرجو من السواق الكرام الالتزام بالعلامات المرورية والارشادية الدالة على هذه التحويلات المرورية متمنين السلامة للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر